الموضوع ينضم معنا بالصوت والصورة سيد جاسم البخاتي عضو لجنة الخدمات النيابية بداية محمد بك سيادتنا في حصادي هذه الليلة هيئة الإعلام والاتصالات تفاتح مجلس النواب العراقي لإطفاء ديون المؤسسات الإعلامية برأيك ما موقف البرلمان من ذلك تفضل بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهديكم الكرام أهلا بك قضية اللجان وتفعيل اللجان واستلام الملاحظات من كل المؤسسات ومنها المؤسسة الإعلامية هذه المؤسسة التي أدت دور كبير في إدارة المعركة وفي تشخيص الأخطاء التي ترافق الحكومات الأربعة بالإضافة لا هي اليوم سلطة رقابية تشخص كل الملاحظات وعلى المسؤول أن يتابع ويقوم بواجبة بصورة حقيقية هذا جانب قضية الاتصالات تعرف أنت اليوم اللجان تم تقسيمها وإدارتها من قبل كبار السن ولجنة الخدمات هي تشغل ثلاثة وزارات هي الاتصالات والنقل والخدمات التي هي تشمل الإعمار والإسكان وأمانة بغداد وكل الدوار الخدمية بالمحافظات عملنا جاهدين على أن نضع ركائز أساسية يعاني من المجتمع العراقي من هذه الركائز في مجال الخدمة في مجال الاتصالات في مجال النقل ونحن داعمين وساندين لكل المؤسسة الإعلامية بكل قنواتها حتى نخفف الأرقام التراكمية الكبيرة التي تعاني منها هذه المؤسسات الأوساط الإعلامية عدت هذا الأمر تكريما لجهوذ المؤسسات الإعلامية التي أدت ولعبت أدوارا مهمة في أولا دعم القضايا الوطنية وكذلك الحرب على الإرهاب هل سيحسم هذا الأمر سريعا وتزفون البشرى للقنوات العراقية هناك نية صادقة من كل الأخوة المنظمين في هذه اللجنة لجنة الخدمات هي اليوم ذاهبة باتجاه تخفيف الأعباء عن هذه المؤسسات الإعلامية بالإضافة إلى هناك مثل ما أسلفت في كلامي هناك مشاريع ضاغطة للمجتمع العراقي في بغداد والمحافظات نتمنى بأن نضع هذه المشاريع أمام رؤية كل المؤسسات الخدمية ونضع السقف زمني لعملية معالجة الإخباقات وهناك نية باختيار جملة من هذه المشاريع ذات الأولوية وذات الجدول الاقتصادية اللي يتوفر حياة أفضل للمواطنين في جميع المحافظات الـ 15 باستثناء قليم كردستان اللي هو يعنى بحكومة خاصة إلى طيب سيد جاسم الآلية التي ستعتمد في الإعفاء هل هناك شروط معينة لشمول المؤسسات الإعلامية أم أن جميع القنوات مشمولة بها؟ يعني أولاً هي القنوات الجميع أعتقد أغلبها هي شاركت في المعركة وشاركت في التغيير من 2003 ولحد الآن نعم فمن الأولى أن تشمل جميعاً نحن ساعين بعملية جلب البيانات والأوليات لهذا الموضوع حتى نضع أو نكون بصورة واضحة أمام هذا الموضوع نعم ويتم معالجة إن شاء الله ونحن جزء من المنظومة الإعلامية داعمين وقفين إلى جانبها وهناك نية صادقة من كل الأخوة في هذه اللجان طيب البعض يعني يتحدث من المؤسسات العلومية يعني هناك شكاوى من ارتفاع المبالغ المفروض عليها سنوياً يعني أنتم كلجنة خدمة نيابية هل هناك في النية إجراءات وتعديلات حول حجم تلك المبالغ التي تفرض على القنوات الإعلامية والتي توصف بالطائلة؟ يعني نحن نتفق بأن اليوم وزارة الاتصالات يعني هناك إخفاق كبير بعملية تردي الأنترنيت وارتفاع أسعار الكارتات التي تزود بالموبايلات إذا كانت في آسيا أو إذا كانت في زين لذلك نعمل جاهدين كانت في ظرف معين كانت تحسب أو تحسب هذه الأرقام بغير هذه الأرقام التي تتناسب مع الدخل المواطن العراقي واليوم نحن ذاهبين باتجاه تخفيض أو تخفيف العبء عن هذا المواطن بتخفيض الأسعار ومحاسبة من ساهم برداءة الأنترنيت حتى نسمع من السيد الوزير المعني بأن هو أمنى بأن تكون هناك خدمة بالأنترنيت بمواصفات عالمية ونتمنى بأن تكون هذه الوعود صادقة وملموسة من قبل المواطن العراقي طيب سيد البلخاتي نستثمر وجودك معنا في حصاد هذه الليلة أيضا لنسأل عن الجالسات المقبلة للبرلمان يعني ماذا ستتضمن وهل الخلافات حسمت بشأن الموازنة وكذلك الكابينة الوزارية قضية الإخفاقات التي رافقت الجلسات وعدم اكتمال النصاب وكانت هناك مشكلة كبيرة في عملية اكتمال النصاب لذلك ارتعى السيد رئيس مجلس النواب بأن تكون الجلسات مفتوحة وأن كانت هي مخالفة للدستور لكن هي تصبح بحالة وانفتحها حتى تكون الجلسات مستمرة حتى وأن كان لم يتم تحقيق النصاب هذا جانب الجانب الثاني هناك انشغال تام وحوارات مستدامة من قبل الكتلتين الكبار حتى يتم انهاء ملف الكابينة الوزارية والموازنة والذهاب باتجاه الدرجات الخاصة اعتقد هذه الملاحظات وهذه النقاط تم ادراجها وان شاء الله في نهاية هذا الشهر نتوقع بأن تحسم الموازنة وتحسم الكابينة الوزارية حسب الاستطلاعات وحسب المعلومات التي تصل الينا ونتمنى بأن نذهب باتجاه معالجة الدرجات الخاصة ووكالات الوزارات وكل الدرجات التي اليوم أدخمت فيها الحكومة لذلك من الأولى تغيير هذه الدماء حتى نعالج جزء من قضية الفساد المستشري والذي أصبح اليوم عشعش في كل مؤسسات الدولة حدثنا بالبغداد سيد جاسم البخاتي عضو لجنة الخدمات النيابية شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة شكرا جزيلا لك